بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت كانت تمام وواضح. الصورة واضحة. الصورة واضحة معي. الصورة والصوت اخبارهم ايه? نبدأ ان شاء الله. طبعا عندي حاجة تشرفني. ومسؤولية كبيرة جدا علي ان اكون في وسط كل الاسات زي اللي موجودين على الجروب. الشكر طبعا قايم للجروب بكله بزادة. ربنا الجزائع خير. الجود الرهيب اللي هي عملته. حاجة يعني استفادة للناس كبيرة جدا جدا جدا. تسهل من كده يعني المحاضرات بقى بيتيجي لغاية البيت. تمام? ان شاء الله رب العالمين. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الحاجة. اللي هو. قبل ما اقول اي كلمة طبعا لازم. شكر لازم لكل اساسيتي في جامعة طنطة في قسم الجلدة جامعة طنطة. لولاهم ما كنتش عارفت اي حاجة ولا اتكلمت في اي حاجة ولا كنت عارفت حاجة في الجلدية. ربنا الجزائع خير كلهم من اثر واحد لأكبر واحد. اللي برضو لازم برضو الشكر للاسات زيتنا اللي من برا الجامعة اللي تعلمتها من طريقهم في الجروب في المؤتمرات. ومعلش لازم اخص بالذكر هو رحمد نوفل لفضله عليها كبير قوي. ودايما انا بقول له انا ماشي من مدرسته يعني انا بحب ترطف الشرح ونفس اسلوبه. بقول له انا من مدرسته ده حاجة تشرافن طبعا. يا ربنا الجزائع خير وكل ازادتنا ان شاء الله. نظامنا النهاردة ان شاء الله في الكلام هيبقى عبارة عن. هنشوف صورة. معظم الصور مع النت وفي صور حالاتي وفي صور بعض حالاتي يعني لايف مش حالات من النت ولااجة. هنتكلم عليها كلمتين صغيرين خالص في وكلمتين صغيرين كمان في. ان شاء الله في اول حالة هنبدأ الاول تدريجا كده حالات سهلة. هنقول لي فيه تركات اللي موجودة. وبعد كده ان شاء الله هنبقى في الاخر كده خالص عشان برضو يعني ايه الحاجات اللي هي سهلة بالنسبة اللي هم يعني تبقى فيه حالات شوية حالات صعبة كده وحالات كيس ريبرت موجودة. هنقولها في الاخر باذن الله. فهنبدأ ان شاء الله النهاردة والصور دي انا نزلتها كلها على الجروب قبل ما ابدأ بربع ساعة. عشان تبقى بفرصة انتوا تشوفوها قبلها او بعد حتى ما نخلص ترجوها تاني فيش اي مشكلة خاصة. اول حالة هنشوفها الصورة مش واضحة على اللاب انتوا ممكن تبقى ترجعوها تاني ان شاء الله. الصور كده واضحة ولا مش واضحة? اولي قولي 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 قول له. عشان نبدأ نتكلم ان شاء الله. خلينا برضو حاول ازبط الاضاقة كده. مش نبدأ بقى ان شاء الله لو الصور قلنا لو مش واضحة الصورة قوي هنبقى نرجع للصور تاني. اول حالة شفناها دي اللي احنا شفناها. هي عبارة عن ايه? عبارة عن بابيولز. احنا معظم كلامنا النهاردة عبارة عن بابيولز. وزي ما احنا عارفين بابيول دي لونها ريد. الكلرة بتاعها ريد. اه موجود الكمان الحاجة في البابيول زي. تحاسها فاسكولر بابيول. يعني اللون بتاعها برايت ريد شوية. اللي شوفها يقول عليها فاسكولر بابيول. دي نقطة مهمة. موجودة فين بتاعها? موجودة في سينتروفزافيس. وبالذات واخدة النيزو اللي بيالفولت. الحالة سهلة لمعظمنا. ولما حد حد شوفها هيقول لك دي دي انجيو فيبروما. او كانوا بيسموها زمان ادينوما سبيشي. الانجيو فيبروما دي اول ما شوفها. دي واحدة من بتاع حاجة مهمة قوي اسمها تيوبراس اسكيلوروزيس كومبليكس. مهم جدا ان ما اشوف حالة زي كده مش مجرد ناشخ خاصها ادور على الاجو خلاص. المهم جدا 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 ان انا ابدأ اشوف ايه اللي موجودة معي في الكمبليكس ده. الحاجة التانية كمان لازم ادور على موجودة لمعاني بعد كده ابدأ ادور على الاجو. يبقى احنا كده ان شاء الله اول حالة بالنسبة لنا هي زي ما اتفقنا كده احنا قلنا ان هي موجودة مين اللي في وموجودة مين اللي مركزة كمان او في شفت حالة زي كده ابدأ ادور على ال اضر كوتينيس مانفستيشن اول حاجة خالص اللي بنسميها الاشليف مكيول ودي ممكن تبقى موجودة في اي منطقة في الترانك. ممكن تبقى اشليف اشليف دي يعني عاملة زي ورقة الشجر. ممكن تبقى اه ليها اشكال تانية ممكن تبقى كونفينتي ممكن تبقى زي النقطة الصغيرة زي الجطيت كده. ممكن تبقى ليها اشكال كتير بس اشهرهم الاشليف ايه مكيول. طيب بيقولوا على الموجودة دي. وهنقول يمكن لو في الاخر سمحنا الوقت شوية هنقول لك لو جلنا في عائل صغير. افكر فيها ازاي او اتعامل معها ازاي? وامتى اشك ان دي حتى قبل ما ننساها بيقولك لو موجود تلاتة او اكتر في طفل عند الولاد او اه بعد الولادة بحاجة بسيطة اشك اوي 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 ان دي بداية ده ده كلام جميل. اول حاجة تاني حاجة حاجة اسمها شجرين باتش. شجرين باتش دي بتلاقها بليك. موجودة دايما في الترانك في اللور ترانك في الباك عند وبتلاقيها الملمس بتاعها بتلاقيها عاملة زي الجلد بساعة بسبعة ساعة الجلد زي جل الخنزير. ومكرمشة كده وموجودة دي شكل من اشكال. يبقى دي تالت حاجة. رابح حاجة. نفس اللي هي انجل فيبروما اللي هشوفنا في الفيس بتاع فيها حاجات تانية ببيري انجول. نسميها بيري انجول فيبروما او سعب يسموها كونين تيومر. يبقى انت دي لقيت حالة انجل فيبروما زي دي. ابدى اطور على اضرسكن مانيفستيشن. تمام? اضرسكن مانيفستيشن اللي احنا قلناهم الاربعة دول على فكرة من ضمن اه ميجور كريتيريا لو لقيت اتنين. يعني لقيت انجل فيبروما مسلا مع هيب كونينت الباتش انت كاش خاص تيوبرا سكيلروز. لو لقيتها مع مسلا بيري انجول فيبروما كونين تيومر يبقى انت كاش خاص تيوبرا سكيلروز. تمام كده? انت دورت على الاربعة دول خلاص اتاكدت. هل ابدأ عالج العيان? ولا ادور بقى على عالجه ازاي? ولا اعمل ليزر ولا اعمل ايه? لا. لازم الاول اراجع اربعة سيستم. احنا قلنا اربعة كوتينيا الساين. ولازم هعمل له اربع عروضات. هعمل له اربع عروضات عشان اشوف اربعة سيستم افكتد. لان تيوبرا سكيلروز ده بيأثر كتير جدا جدا على حاجات غير الاسكان. الاسكان اللي بيخلينا نشخصه. بس مهم جدا الاسكان هتفيدني ان انا اكد التشخيص وكمان عشان لو فيه يبقى لازم العين ده يتاب. بقى انا دور الدكتور الجلدية مش مجرد ان انا شخصت حاجة وان انا قدت لها علاج او حاولت علاجه وخلاص لازم اعمل لينك مبيني وما بين الاضر سيستم. اهلا هم الاربع سيستم من لنا هبدأ ادور عليهم. اهم حاجة خالص هو السي ان اس. اهمهم على الاطلاق. تعارفين اصلا المرض ده كمان كانت بيسموه ساعات او بيسموه ابي لويا. ابي ابي لابسي ولو 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 من ريتارديشن مع الانجيو فيبروم. تمام? يبقى الاعينين دول ساعات جدا جدا لما بيجونا اه استاذنا الكبير استاذ عاصم يعني ده شرف لنا والله ان حضرناك منورنا. اه يعني دي لازم نقف واقفة كبيرة اوي. ربنا اخليك وربنا يجزيك خير وانت لحضرك القضوة لنا دايما والله. اه بالنسبة ليه العينين كتير اوي بيجونا بتسأل تلاقي في بتاعه ان هو كان عنده يعني كان عنده كان بتجيله قبل كده. وفي عينين ما عندوش. لو سواء عنده ابلابسي او ما عندوش ابلابسي العيان ده لازم يتحول لنيوروسيرج او نيروسيكاتري عشان يتعامله. لان حتى لو ما عندوش ابلابسي وما جالوش اتاكس في بليبسي بلا كده بيبقى في عندو في عندو مشكلة في الامر اي في الامر اي بتزهر كحاجات في بتظهر عندو. فلازم العيان ده يبقى يتابع من العيان نيروسيرج. تمام? يبقى دي اول حاجة. ان انا احاوله تاني حاجة هحاوله للرمض. ليه هحاوله بتاع الرمض? لان ممكن العيان ده معاه. متفحص بالفندس. ممكن تلاقي عندو معاه ريتنال هامرتومة. اه ريتنال هامرتومة ما هيش ممكن ما تعملش لوسوف فيجن بس لازم يتابع كل فترة. طيب بالنسبة ليه التالت سيستم الكارديو. الكارديو سيستم مهم اول ان ممكن تلاقي عندو رابدو ميومة. كاردياك رابدو ميومة. تمام? ربنا خليك ترعاصم ربنا خليك افندو. ربنا سيستم وده مهم جدا. العيان ده لازم ابعته يعمل على الرينال على الكيدني. بل في ابثو من ال أيلترال ساون. ليه? لان العيان دون ممكن اسشيت معهم. والحاجات دي المشكلة بتاعت Ьرقشر و ممكن تعمل ممكن تعمل وتبقى يبقى دلوقتي انا جاي للعيان بتاع بدور على اللي هم التلاتة اللي احنا قمناهم مع بك اربعة واعمل له اربع عروضات عرض يعني عرض 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 رمض عرض وعرض رينل او عرض بطنة ان الحاجة مهمة جدا 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 ماخدش العيان كده وعالج الاسكين وخلاص النقطة الاخيرة قبل من نتكلم بالنسبة لتيوبراسي سكيلروزيس ان بيقول لك ساعات الاريس ساين ايه اللي احنا قمناها عشان اللي ما كانش سامحها هو الهايبو بجمينتد باتش او الاش ليف مكيول اللي بتبقى موجودة على طرنك طب ايه باثوجنومونك ساين ساعات يقول ايه الموصل باثوجنومونك ساين اوف تيوبراسي سكيلروزيس ماياش حاجة كلين كان على فكرة دي حاجة بالامر اي بتظهر في معامل امر اي عبرين حاجة اسمها كورتكال تيوبرز دي بتظهر كده حاجات زي ايه ماسس كده عاملة كأنها زي البطاطس كده موجودة في الامر اي بتاع بتاع العيان ده لو لقيتها في السي ان اس راديولوجيكال فايندينج بالامر اي دي باثوجنومونك ساين اوف تيوبراسي سكيلروز ده بالنسبة لتيوبراسي سكيلروز كلمنا هنت كلينيكا اللي بتاعته ككوتينيس وساسمك هعالجو ازاي يعني جالك العيان ده انت هتعالجو ازاي هلي جدول هتعالجو علاجي في الحالة اللي احنا شفناها حالين علاجو ازاي بنزالي اما هشيلها اوادي حاجة اسمها ربامايز هشيلها ازاي بقى بتختلف ممكن اشيلها عن طريق ممكن اشيلها في ناس بتتشتغل ممكن اشيلها بالليزر تمام المشكلة في الحالات دي انها ممكن نحصل فيها يعني كنا اشتغلنا بعض حالات بالسي وتوليزر اه اه والمشكلة او برض وارد لكن من ضمن اللي بيحصل حتى على الال لشكل عياني بدرجة كبيرة اه طبعا طب اما ايه حكاية ده بقى? حنا مش نتكلم كلام كتير نظري او الباثو جنيز بس هنعرف ده في مشكلة عنده في في مشكلة في كده اسمه تمام? فبيؤدي الى التكوين بقى ايه الهامرتومة اللي احنا شايفينها او اللي احنا شايفينه ده. فانا لو اديت حاجة تمنع توقف ده توقفه خالص او تعمل له يبقى انا كده هبدأ حسن الموضوع ده. وده اللي بيعمله اللي بيشتغل عليه ده هو اسمه او اسمه ده هيمنع للباثوي اللي هو موجود في بتاع ده وهيبدأ يعالجلي الموضوع. ممكن بيتاخد وهو اصلا ده هو اساس حاجة بتتاخد في وبدأوا يعملوا منه دلوقتي حاجات مشكلة جدا 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 مش توفر بسهولة موجود في فصالات كبيرة قوي 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 ممكن زي العزب موجود بس غالي جدا جدا يا اممكن من كم سنة كانت بتاعت ده معدية تسعمية جنيه ده من كم سنة فلكن هو كلاين اه ممكن كلاين بحيس يبعيدني عن الليزر او يبعيدني على الحاجات اللي ممكن تعمللي في نفس الوقت هو بيشتغل على الباثوي بتاع الديزيز نفسه. وعلى فكرة في اختصة ظريفة في النسبة له من ضمن ببردو بيبر كانت نشرت عليه ان كان في حال وعندها مشكلة في الرينال وحصل مشكلة واضطروا يعملني فريكتومي وعمل ريناترانسيبلانتيشن. فبيعمل ريناترانسيبلانتيشن من ضمن المهمة اول فعشان اعمل ريناترانسيبلانتيشن بعدها كيمينصابريسف ان انا بدي رابامايسن. فلاحظوا ان العيانة البنت دي اللي بديها رابامايسن عشان ما يحصلش ارجان ريجيكشن الالجي فيبرومال في فيست حسيت جدا جدا جدا. فبدأ يفكروا وبدأ يشوفوا قادل كده معنى كده اللي هو اتكلمنا عنه بالايه? حاجات بسيطة كده ان شاء الله. لو في اي اسئلة قدرنا نجاوب عليها دلوقتي ماشي بعد كده ان شاء الله فهم انتاد كلها كلها هنقول ان الله مش نسيب اي حاجة بازن الله رب العالمين. الدرج اسمه رابامايسن او سيرولمس. رابامايسن او سيرولمس. تمام? دي اول حاجة. طيب نيجي لتانية حالة. دي برضو نفس برضو. بس بشكل زي ما انت شايفين هنا متركزة قوي على نيجي للحالة دي. نشوفها برضو. نوصف اللي جن. اصد زيتنا كلهم علمونا. نحن نوصف اللي جن وناخد هستر. الحالة زي ما انتم شايفين ده. التاني برضو عشان اللي كان شابعنا من الاول الحالات كلها موجودة. آآ آآ البوم انا نزلته قبل ما نبدأ كلام كل الصور الحالات دي موجودة تصفوا براحاتكم خالص خالص ان شاء الله. اللي جنح شايفينه هنا دي عبارة عن ايه بابيول برضو. بس اللون بتاعها ايه? آآ نوع ماء بس تلاحظوا نفس متركزة برضو في ومتركزة برضو في لكن الفرق هنا انها ومش زي الحالة اللي قبل كده. الحالة طبعا دي انت شوفها كده صعب جدا الناشط خاصها ليني كان بس. لازم اخد منها بايوبسي. فالبيوبسي هتبقى هتطلع مش هننكرر برضو في تفاصيل دي ايه? ترايكو ايبيثيليومة. ترايكو ايبيثيليومة دي واحدة من بناين تيومر. او هير فولك يعني او او من هير اورجين. ممكن تبقى وممكن تبقى مالتبل زي ما احنا شايفينها كده. الترايكو ايبيثيليومة بس مهمة قوي قبل ما نخش في العلاج معها. ساعات ترايكو ايبيثيليومة تبقى مالتبل كده. ممكن تلاقيها معاها مالتبل سلندرومة ده برضو نوع مانواع موجود في سكال. ممكن تلاقيها معاها مالتبل سبايرا دينوما. السبايرا دينوما دي واحدة من بانفل تيومر. ممكن تبقى مالتبل. فممكن تلاقي معانا ترايكو بيثيليومة مع سبايرا دينوما مع سلندرومة. دول التلاتة مع بعض او واحدة ساعات حتى منهم لوحدها دول كلهم على بعضهم يسمون سندروم كده اسمه بروك سندروم او بروك سبيجلر سندروم. اهمية السندروم ده ايه? السندروم ده عشان يتشخص لازم تعمله حاجة جيناتك حاجة اسمها اس وي آآ ال جين. تمام? لكن المهم لو لو لقيت مالتبل ترايكو بيثيليومة ومعاها مالتبل سندرومة ومعاها مالتبل سبايرا دينوما او اتنين مع بعض او الاتنين لوحدهم او مالتبل ترايكو من راح دها. اشك في البروك سبيجلر سندروم خطور السندروم ده مع ترايكو بيثيليومة بالذات انها ممكن تقلب ببيزل سل كراسر. يبقى نخلي مالي مهم قوي لو مش تقدر ان انت اتعامل معها هالجها ازاي علاجها ببقى ضمن الحاجات اللي هي شوية انا هعمل لها بس القصة من انها هتسيب لان هي شوية فهشلها برضو ممكن تتشغل ممكن تتشغل ممكن تتشغل ممكن تتشغل طبعا بس مشكلتها ان هي ممكن تسيب لازم العين يبقى عنده علم بدأ يعرفنا حتى وعرفنا هنعالج ازاي طيب نشوف الحالة اللي بعد كده انا متكلم كتير عشان نشوف اكبر كم من الحالات برضو حالة اليوم ايه الحالة سهلة حالة سهلة خلص فيش فيها مشكلة حالات بتاعت هنقول هنشوف هنشوف هدكتور امية حالات سرنجومة وهنشوف الفرق ما بين دي وما بين دي. اه اللي هشوفناها دي اللي فاتت اكني. اكني في الجارس. طبعا انا مش هتكلم على الاكني اللي استاذ دكتور مصفو بزيد اتكلم عليه بالتفصيل احسن مني مئة مرة. انا بس هنقول كلمتين صغيرين نفكر بكم حاجة كده. ما تيجي تعالج حاجة زي كده. في واحدة. خلي بالك. خلي بالك. خلي بالك. ابعد تماما عن التازروتين. اللي هو اسم فسو الزروتكسجيل او الايه? اشهر حاجة. ليه? ده ابسوليوت كونترا انديكيت التوبيكالي. ابعد عنه. طب بقيت فستحسن بارو تبعد عن بقية في دي نقطة مهمة. النقطة التانية اتكلم عليها بالتفصيل تخلي بالنا ان بتأثر في بعض احيان واحيان تانية ما بتصارش. يبقى دي. حتى وصله لحاجة كده قال لك ده. في بعض الناس بتزود او الموضوع عندها وفي بعض الناس فانا هقول العياني الاكل ده وده 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 ممكن تزود لك في خلي بالك. لو هاتن هو بتزود حقول تتقليله. لو مالوش لينك ده ورد. مش لازم ان الديت مليون في المية تزود لك. لكن من ضمن الحاجات اللي هي معي. الحاجة المهمة التانية يعني العيان ده خلف من الاكني. مش هسيبه بقى. لازم على الاقل لابسط الحاجة ولا وكلينزر. وحاجات توبيكل. اه وتفر التوبيكل ده ايه كمينتنس. لان هو فبرونت واكني. فممكن الاكني يتكرر عليه تاني. الحاجة اللي بعد كده برضو مهم. بالذات عخلة الصيف. والعيانين بتوع الاكني دول فيستحسن ان انا اديهم او افضل ما تدهمش ده كلام جميل او. يبقى ده بس ميتين صغيرين عن الاكني نفتك لحاجات دي. الحالة اللي بعد كده دي ايه? يعني نفس التشخيص بس حالة تانية. تمام? الحالة دي زي ما انتو شايفين موجودة في اللور بارت وفيه منهم شوية اراوند الماوس كمان. مهم جدا جدا الهيستوري هنا. انك بتتكلم مع العيان. الحاجات دي ظهرت لك من امتى ده بقى لك قد اثرة طويلة. طيب ما تأخد علاج لاي حاجة قبل كده? اه يقول كت زي ما بينك دكتور اهد ده انا كان عندي ايدي وكنت باخد له علاج. من حاجات من مجموعات. فالهيستوري هنا مهم جدا جدا جدا. وزي ما كل اسازيتنا بيقولوا ان الحكاية كلها مش مجرد انك بتبص على الحالة وتكتب لها علاجه خلاص مهم جدا في التشغيص. العيان اللي احنا شفناه دلوقتي ده واللي برضو الصورة مش واضحة بالنسبة لهم الصور كلها موجودة على الجروب ارجعوا لها براحتكم خلاص في اي مشكلة خالص. المحيط شوفها موجودة. موجودة كلها في الالبون كل الصور اللي احنا هنشوفها دلوقتي. اه العيان ده هيجي يقول لك هو كان عنده اكني وبياخد او فترة بقاله فترة طويلة بياخد دوكسي سايكلين او تترا سايكلين او مجموعات تترا سايكلين بقاله فترة طويلة. فبدأ بحاجة اسمها جرام نيجاتيب فوليكولايتس. وجرام نيجاتيب فوليكولايتس ده عبارة عن باستولار ليشن او باستولار ارابشن موجود في ممكن موجود الراوند الموت ممكن الراوند النوز بس الحتة بتاعت الهيستوري بتاعت البريفياس اللي ممكن بياخد دوكسي كلين او تترا سايكلين دي مهمة جدا جدا جدا. على زي ما استاذنا استاذ عاصم فرج كان بيقول لنا دايما. من الحاجات الكويسة جدا 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 اللي بتستجيب على دي. دي من الحاجات الحلوة قوي قوي فيها. هتجيب رزلت كويسة جدا جدا وفترة قسيرة خلص خاص. ما نخلي بالنا خلي بالنا من حاجة العين نفسه ممكن يكون معاك اكني. وبتعالج معاك اكني وانت بتمشي من ضمن بالنسبة لك في المودر الطايف اكني. انك بتدي له مجموعات تترا سايكلين. فتيجي بعد فترة تلاقي بدأ يحصل البصل ده موجود تحت عندك في المنطقة زي احنا شفنا الصورة كده. فتخلي بالك بقى. تخلي بالك اوي ان ده ممكن وارد اوي اوي نتيجة استخدام الفترة طويلة لل ايه? الدكسي كلين او التترا سايكلين. ما هواش فلير للاكني. انه يحسبه فلير للاكني يروح مزود الجرعة او عامل. لا ده ما هواش فلير للاكني. يبقى دي الجرام نيكة واناها عشان دي مرتبطة بالآخر. طيب. الصورة اللي بعد كده. زي متايفين كده. الصورة موجودة لو حد حابب يرجع لها. برضو بابل اروفشن. في بابيول وفي باستيول. موجود متركز اكتر لو تلاحظوا في السنتر وزافيس. اهم تركة هنا. واهم حاجة نتخلي بالك منها. العيانة دي اللي هي مصلي بتبقى في ميل. معظم حد تبقى في ميل. في باك جراون او اريثيمة. يعني الاسكن اريثيمتس. في باك جراون او اريثيمة. وفي باك جراون او اريثيمة. اكني مش كده. اكني عبارة عن بابل او باستل مفيش باك جراوند في ريثيمة. الحالة بتاعتنا دي كمان متركز اكتر في السنتر وفي سافيس لقىها واخده النوز واخده الواخده الفور هيد في السنتر. دي اللي احنا قولنا عليها ايه? طبعا زي ما انتم كلكم بتقولوا روزيش. ده كميل. الروزيش يبقى نخلي باننا من حاجة. الروزيش اللي احنا شفناها النوع ده ده نوع منها اللي هو اسمه. فيه نوع اللي هو ريثيمة اللي هو اللي هو اللي هو الاولين او يمكن البداياتها. وفيه اللي هو طيب او وفيه نوع اللي هو طيب. احنا دلوقتي عانى طيب. طيب. قبل ما ادور انا جاني العيان ده اولا تشخيصها مش صعب. اريثيمة في وعليها المهم جدا جدا اما اجي عالج العيانة دي ان في الغالب بتا في ميل قبل معالج العيان وقبل ما ادور على بتاعته لازم ايه التعليمات اللي اعملها او اللي بقون عليها. نخلي بقى او بقى من حكاية دي لان كان فيها حد برضو كان من الجروبات بيسأل ايه احسن حاجة للروزيشة. قبل ما ادور على احسن حاجة. وقبل ما ادور على الحاجة الاوية ولا غالية. لازم حاجة اسمها اعمل حاجة اسمها قبل ما اتكلم بس نخلي بقى اوكلا روزيشة عالا جايلك زيدوان تتابع معاه في الرمض لان ممكن اوكلا روزيشة فيبقى فيه لينك ما بينك وبين الرمض. طيب نرجع للعلاج اسمها العيان دوا هيستخدم حاجتين وهيبعد عن حاجتين. قبل ما اقول اي علاج قبل ما اكتب ولا كلمة في اي حاجة قبل ما اكتب اي حاجة خالص لازم العيان ده هقول له كده انت مبدئيا هتستخدم حاجتين وهتبعد عن حاجتين. ماشيين معك على طول الخط. لو هو بدأ يقلل في الحاجات دي او بدأ ما ياخدش بالهم من حاجتين دول اللي هيستخدمهم او هيبعد عنهم مش هيتحسن. وبعدك كده هقول العلاج اللي ممكن نقوله ايه? ايه بقى هيستخدم حاجتين? سانسكرين وامولينت. لازم سانسكرين ولازم امولينت. الامولينت مهمة جدا درجة ان دلوقتي الامولينت تبقى عليها كلام في روزيشة ان هي من ضمن ما فيه يعني لازم اي عيان روزيشة لازم يكتاب له امولينت سابت. يبقى دول حتى ساعات نكتبهم فوق فوق روجيت المفتة. سانسكرين وامولينت سابتين معاك. مش هيوقفوا عمرهم رخص. لانك انت طبيعة جلدك كده هقوله طبيعة جلدك من الجلد الحساس اللي هو باللمس. بستحملش حاجة. العيان دول ممكن شوية حر شوية هوا سخنين شوية ساعين شوية يخليوله الموضوع يزيد اكتر. يبقى استخدمنا حاجتين سانسكرين وامولينت. ابعد عن حاجتين ايه هما بقى? الكوزموتيكس. ضروري بقى ايه بعد عن الكوزموتيكس. انتوا ايه حطك كيلوات. كيلوات من والبودرة والكلام ده كله. لأ نخلي بالنا قوي. لو يعني حابك اتقوت والله بتقوي بيقول ان هو ده بيساعد ان هو داري الارثيمة شوية واقلهم شوية. لكن الصح ان انا ابعد. طيب. ايه تاني بقى? ايه تريجرز? ايه تريجرز بتاع الروزيشيا? فيه الناس بيقولك ان مش شرط. لكن فيه الناس بيقولك لا ده ممكن ايه? ايه? الهيت. صهد الفرن. الحرارة الجامدة. ساعات الكولد في بعض الناس بيبقى بريسي بيتيت. تمام? الاسترس مهم. الاكسرس مهم. الاكل سبيسي فود مهم. الحاجات اللي هي الهوت درنكس مهم. الحاجات دي كلها ممكن تفلير. فهقولي العيانة على قد ما تقدر ابعد عن الاكستريم هوتنس او الاكستريم ايه والحرارة العالية. الاكستريم كولد. الاسترس. السبيسي فود. الهوت درنك. وفي بعض الميديكيشن كمان زيه اللي هما الاس انهابتور. والاس انهابتور ان شاء الله يعني بازن الله كده سواء في كومنت او او في اي وقت. لازم نتكلم على من اكتر دراجة اللي بتستخدم في ومن اكتر دراجة اللي ليها مشاكل في الجلدية. بتعمل عورات كتيرة جدا جدا هنقوم ان شاء الله بصيل بعدين بازن الله. يبقى احنا عرفنا الحاجتين اللي هستخدمهم. سنسكرينيون يا موليانتوا عارفنا اللي هبعد عنهم. هبعد عن الكوزموتيكس على قد معضر بتاعة الروزيشيا. هعالج ازاي بقى? انا مش هتكلم في العلاج هنقول بس بتاعتنا كده. لازم عارف ان الروزيشيا بالنسبة للتوبيكل في عندي كانوا تلاتة اف دي ابروفت. اه للنسبة الروزيشيا المتروندازول الجيل واحد في المية. كان موجود الروزيشيا بس ممكن مش موجود دلوقتي في مصر موجود في السعودية. الناس حضروا تركيبات حاجات الافكتف جدا. هو بس في سؤال صغير ايه اللي جاب متروندازول في الروزيشيا. مشكلة الروزيشيا اللي هي ملتي فكتوريا. فيها مشكلة في وفيها مشكلة في وفيها مشكلة في وفيها مشكلة في الان في عندي كمان اللي هو ده نوع من انواع الارجانيزم كده بقى موجود في معايا. تمام? وبيقى في مشكلة في البار كمان. فهي مالتي فكتوريا عشان كده تلاقي العلاج كتير وعلاج بيش حاول يشتغل على كزا حاجة من الحاجات دي فالمتروندازول لعشان الديمودكس انها دور جامد قوي معنا هنا الده اللي هو مالدازول جيل وفيه كمان حاجات كمانية اللي هو ابروفد ابروفد برضه معنا في الاف دي ايه تالت تاني حاجة معنا كمان ممكن بتستخدم في الروزيشيا التكروليموس وده او اللي هو البيوميكروليموس والتكروليموس دي حاجات المهمة جدا في الروزيشيا الانتيبوتكس التوبكال اللي بنستخدمها في حالات الاكني زي كليندامايسن واريسترومايسن جديد بقى ابروفد من الاف دي ايه الايفرمكتن عارفين الايفرمكتن افريزين اللي هو بتاع الاسكيبيس استخدم في الروزيشيا ومن اف دي ابروفد في الروزيشيا برضه عشان الديمودكس البريموندين جيل اللي هو ده من الالفا ادرونيرجيك اجونست بيعمل فازو كونستركشن خلي بس بقى من البريموندين جيل ده اللي هو موجود بساعات بنجيب القطرة اللي هي بتستخدم في العين وبنستخدمها ما اللي دي استخدمها عشان اقلل الاريسيمة بس نخلي بالنا من حاجة انه اولي العيان انت خلي بالك هي دي اولا بتبقى ترانزي انت بتلاقي الاريسيمة بتقلل شوية ولازم بيستخدمها على طول اللي هو وقفها خلص عشان استخدمها ممكن يحصل زي الباوند فازو الاتشان تاني والاريسيمة تزيد فده بفهم العيان ده ما هواش علاجها هي تماما ده بيقلل الاريسيمة وتالي بيقلل البرجنسيشن اسعاب بيحصل في العينين دون طب مجموعات التيترا سايكلينز اللي احنا عارفينها بتاعة الاكني التيترا سايكلين دوكس سايكلين مينوس سايكلين الكلام ده كله تماما المتروديزيول سيستيمك ممكن استخدمه بعض الناس بتستخدم بيتا بلوكر عشان الايريسيمة والحلو جدا 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 كمان برضو وده من ضمن اللو من ضمن اللو اللي هو بتاع اللي هو بستخدم برضو من ضمن حاجات السيستيمك كويسة جدا جدا في العينين خلي بنا من الحاجة والعيان ده اصلا عنده في مشكلة فلازم قبل ما نكتب اي حاجة طب بالنسبة للرسيمة اللي موجودة بعد العينة تحسن نعليك بعد كده عشان نلخص الموضوع بتاع الروزيشيا بتاع العلاج بتاع الروزيشيا احنا اتكلمنا في النوع اللي هو قبل ما اكتب اي حاجة او سيستيمك لازم هستخدم حاجتين لازم مع بعض حاجتين بتاع الروزيشيا والكوزماتيك بالنسبة ليه عندي كتير التكرولي مسودة وده من الحاجات الكويسة وفي دباك بتاعتي حلوة جدا جدا لو مش موجود حاجات اللي هي ماشي اللي هو من الحاجات الكويسة جدا وبرده والبريموندين جيل او حتى ممكن نسلمها عشان الارسيمة عند مجموعات كلها وعندي وعندي كلام جميل؟ تمام ما دي بالنسبة للروزيشيا نشوف الحال بعدك مجموعات كلها حتى مجموعات كلها افعل توقف المجموعات كلها مع بعض الحاجة وعطو مجموعات كلها حتى مجموعات كلها على فكرة نفس الدايغنوز بس الشكل مختلف هنتكلم عنها الوقت يبدل دي ودي 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 المشكلة في الحالة دي او ديزيز ده بيسموه الجريت اميتاتور اللي هو الساركيودوز تمام؟ الساركيودوز ده مشكلته انه هو خمسمائة الف شكل يعني كوتيني الساركيودوز اللي هو ساركيودوز اللي هو على الاقل العشر انواع فلازم بس المهم ان انا ابقى الساركيودوز في دماغي لان لو مش في دماغي الساركيودوز انا مش هكتبه في الكلينك الديفرينشل دياجنوز ومبعاته عمل بيوبسي مش هبحطه في دماغي فممكن يبقى مزد بالنسبة لي لانه حتى كمان في الديفرينشل دياجنوز يبقى فيه فقصف الساركيودوز الفكرة بتبقى ايه هو وبتبقى ساعات دارك ريد ان كالر او براون ريت ان كالر وبتبقى واخد الفيس بتبقى متوزعة في الفيس ملهاش حتة معينة متركزة فيها firm inconsistency وسابتة هنقول هنقول انا شفت الوقت حد الكاتب البروردرماتيس هنقول طبعا ليه هنقول هنشوف البروردرماتيس وهنشوف لوبس مليارز السناس فاشي وهنعرف ايه الفرقات او ايه المميز لها فالساركيودوزيس هو clinical suspicion انا بشك فيه لكن عشان احلف عليه لازم اخد بايوبسي وهنقول ايه الحاجات تايلة اللي هنعملها فصعب جدا جدا ان انا كلينك يقول لك الحاجة دي ساركيودوز قالو لك انا حاطت في ان دي ساركيودوز ان هيعبارة عن موجودة في موجودة وبقالها فترة طويلة تمام طيب جت لنا حالة زي دي وانت شكيت انها ساركيودوز خليبانا من حاجة ان دي ساركيودوز ده سيستيميك ديزيز ايه مش هتكلم في كتير دكتور ماجد الشيخ طبعا استاذنا هتكلم عليه بالتفصيل فبس هنقول كلمتين صغرين عنه خلص ده سيستيميك ديزيز سيستيميك جرانيلومتاز ديزيز الاسكان اللي بيحصل فيه ده دوا ممكن يحصل اسكان بس وممكن يحصل معاه اسكان معه سيستيميك منفستيشن وكتير قوي ان الاسكان بيبقى وتلاقي بتاعجل دي هو اللي شخصه لانه هو حاجة خالص باسكان اللي احنا بيقولنا عشر انواع منه دوا ممكنها بيسموها specific cutaneous disord او cutaneous legion of sarcoidosis عارفين non specific of sarcoidosis ايه دي سيما نودوزم دي non specific cutaneous legion of sarcoidosis اللي هو السيما نودوزم ويبقى ليها مكان تاني ان شاء الله في الكلام جاءت لانا حل اصلا تشوفناها دي انت شكت في sarcoidosis لقيت متنطورة في الفيس مش متركزة في حتة معينة مش واخدة مش واخدة نزل اللي بيقى مش ركزة في حتة معينة شكيت يبقى اخو بيوبسي دي لازم طيب مع البيوبسي انا عايز اتاكد دي sarcoidosis ولا لا عايز حاجات اكدلي معي خدت البيوبسي هعمل وهنقول ليه وهعمل كده بسيطة اس ار كالسيم ليفل والليفل بتاع الانزيم اللي هو انجيو تانزين كونفيرتنج انزيم يبقى شكيت ان الحالة دي sarcoidosis لازم مصد اخد بيوبسي ومع البيوبسي هعمل تمام وهعمل تلات حاجات تلات حاجات في البلد هعمل اسر وكالسيم سيرام وهعمل وهنتكلم ونقول عليه الوقت ليه انا بعمل زي ما احنا قلنا ان السيستيميك سيركيدوس يعني اشهر سيستيم على الاطلاق اشهر سيستيم على الاطلاق هو واشهر حاجة بتبدأ بادري شوية اللي هو وتظهر في ال على فكرة يعني بتعملها وتعملها تظهر في ال واضحة بالنسبة فنخلي بنا ان حاجة زي كده هعمل لو لقيت حتى بيجي وبيقولك انا شاكك والله تمام تمتابعيني كاة تمام ولا ايه في اي مشاكل كتورة هاجر بتقول صوت وقف طب نصبر شوية كان سيستنشوية مالشة كمانة معاك اه جرس بيرن اه جرس بيرن فعلا. خلاص يا جماعة عرفنا والله ان الجرس بيرن وكان واحد جاي بأورتر غلط. نكمل بقى. ماشي. حتضحنا خلاص عرفنا الجرس بيرن خلاص ماشي. يبقى احنا اهم حاجة بالنسبة لنا هو ده اهم اهم بيتأثر بالسركوتوس. فلازم العيان ده هعمله عشان نشوف فيه بلاتر اليمفادروميسة. ومشكلة الموضوع ده بعد كده يزيد وممكن يوصل في بعض الى تمام? يبقى ده مهم جدا جدا. خاصة الى الوقت اهم نقطة هاعرفها مش اتكلم كتير عن السركوتوس اكتر من كده. جادنا كالعيان شاكتنا هو سركوتوس هعمل بايوبسي هعمل شست اكس راي. هعمل عشان بيعلم في بعض حالات السركوتوس. هعمل لان في بعض حالات سركوتوس معها هايبركالسيميا الجرانوما نفسها بتطلع هرمون بيتزود الكاليسيم ليفل. وكمان الانجينز كونفيرتنج انزايم بيزيد. بعض الحلقات. تمام? فيه ناسب الانجينز كونفيرتنج انزايم هو غالي على فكرة بمكن هو بروجنوستيك فاكتر اكتر منه. ماشي? يبقى بالنسبة لنا دلوقتي دي الانفستيجيشن انا هعملها في حالة سركوتوس. وكمان لازم اخلي بالي لو عيان ده اشكامل اي حاجة. رليت لأي سيستم احاوله. وابقى عارف بعد لو تكتناه سركوتوس لانه ممكن يؤثر على اه 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 اي اثر سيستم. بس همتقوله الاشهر. طب عالج العيان ده ازاي? جالك العيان دوا بالمنظر ده. وعايز تعالجه. لو هو سنجل ليجين او بليك واحدة فيه الناس تقول لك ممكن لدي. ممكن لدي. لكن لو هي ملطب الليجين او معاه. بالمناسبة بنقول الحتة دي. ايه اكتر انواع من سركوتوس ميبي اسشييتد. وز سيستميك مانفستيشن. احنا عندنا عشر انواع من بتاع السركوتوس. اشهر نوعين بيبقوا معاهم سيستميك اه اه افكشن. نصبر شوية كده لحد يجوا بنعرف ان نصوب بيتأخر شوية على ما بتوصل. نصبر شوية كده لو حد يعرف. ايه هما اكتر نوعين او ما نعرف ان في صوت احنا مستنيين بس. طيب حشان الوقت الاشهر نوعين هو اللي هو بيقام جاي في الغالب في الهنوس او في القير. وصوب كوتين السركوتوس. دول اكتر نوعين اسشييتد وز سيستميك ساركوس. لكن اي نوع تاني ممكن اه ممكن. طب هعالج ازاي بقى? قلنا لو هو مالتوب ليجن او معاه سيستميك افكشن. العلاج بتاعي هو سيستميك كورتيكوسترويد. واحد ميلي جرام لكورتيكوسترويد. بامشي المهم من المدة ايه? مش اقل من شهر او شهر ونص. تمام? وابدأ اعمل لان لو وقفته مرة واحدة هيحصل سريع جدا ليه السركوتوس. ايه الحاجات اللي بزودها معاه? بزود طبعا الانتمالياريال من الحاجات المهمة جدا جدا الانتمالياريال معنا. تمام? في حاجات كده لكن اهم حاجة هو الكورتيكوسترويد والانتمالياريال. ده كلام جميل. تمام الاجاباتها تمام دكتورة ايمان الانجلويد صح? وهنزود معاه كمان الساب كوتينيس ايه? ساركيدوزيس. نشوف الحالة اللي بعد كده. لو في حاجة عنده يقول هتكتف في كوميتات وهن وهنبدأ ان شاء الله نجاوبها كده حتى لو حناش دلوقتي. طيب نشوف الحالة دي. حالة وبنشوفها وكلنا شايفينها وكلنا عارفينها. تمام? وبصوا بقى الحالة دي. دي حالة جيتنا جت لنا في الجامعة وعالجناها. الحمد لله رب العالمين بقيت كده. دي الحالة. بعد العلاج. تمام? بدي حالة جيتنا. اهي. سهل خالص هي حالة فروكابلانا. مالطبول فروكابلانا. وده بعد العلاج. بالنسبة لحالة المالطبول فروكابلانا اللي موجودة في الفورهيد اللي احنا شفناها دي الوقت دي. رأيكم ايه في العلاج؟ من الحاجات اللي رخمة جدا جدا جدا. والصعبة جدا جدا في العلاج. لانها مالطبول. وجاية في الفيس. تمام? العلاج بالنسبة لحاجات دي كتير قوي قوي بالنسبة لحالات مالطبول فروكابلانا وزافيس. هنقول لهم. وهنقول احنا عالجنا الحالة اللي احنا شفناها دي الوقت ازاي. جالك حالات مالطبول فروكابلانا وزافيس. القصة مش في ان انا شيلها. انا عندي في مشكلتين. مشكلة. ودوارد جدا. والمشكلة التانية. في الشارينج. انت حالة زي دي في الفيس. الطبك الابشن بالنسبة لك ايه? مش كتير قوي. حاجات اللي هي كرتوليتكس. تركيبات اللي فيها يوريا. تركيزات خفيفة طبعا. سليسالك. تركيزات خفيفة. بعض حالات اللي هو ارتينويتس. حاجات انها بتعمل بيلينج. تمام? زي التازروتين. تمام. اللي هو الزروتكس. ممكن. او لو موجود هو موجود طبعا الفيو داكس غالي جدا. مش موجود بسهولة. ممكن بتعمل تركيبات. تمام? اه دكتور محمد فوزي عالم نورنا. دايما بيحصل لخطباني وبين اكباش. دايما. ناس محمد مصطفى فوزي بس عارفين محمد فوزي. حضراك محمد فوزي علي. فيعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني نتقابل عشان خطر ايه تفضل النزاع دا. ماشي؟ اه بالنسبة للي قلنا الابشن. طبيكال ريتينويتس. إه اه يوريا تركيبات اللي هي فيها سلسلة ويوريا تركيبات بتركيزات خفيفة. ممكن فيه رسيل. دا طبيكال. طب بالنسبة للابشن السيستاميك ايه? سيستاميك امينو فيتو كلام ده كله ماشي. سيستاميك زينك ثرابي. تمام? اه في حاجات تانية ممكن نستخدمها بالنسبة للسيستاميك سيستراتين. اه ممكن بس عايز وقت طويل. ولو سايد افكت. والكمان بقى الحلو كمان ان انا ممكن نستخدم سيستاميك ورزل تاعته كويسة وكانت معي حالة طفل صغير ومشيناه فترة من شهرة او شهرة ايستاميك. حسن جدا. من ضمن طبعا برضو مع اختار الاحتاطات بتاعته احنا كلنا عارفين الاحتاطات بتاعته. طب ايه رأيكم بالنسبة ليه? انا اعمل ريموفا للليجن دي. ايه رأيكم فيها? ان انا اعمل لها مسلا ليزر ريموفا مسلا او او الكترو كوتري او كرا. بصراحة ما بنحبش نعملها. ليه بقى? كرايو ممكن من ضمن اللاينز بالكرايو سبري ممكن. بس الريسكو في بوست اروابج منشان عالي اوي. الكترو طبعا وليزر غير ان اللي سكار وارد جديها. اللي بعدها عالي جدا جدا جدا. وشفنا حالات بيحصل منها سكار راهيب وبيحصل تاني برضو. تمام? طيب امال هل ممكن ان انا اعملها لأي مادة? اه. وده اللي احنا عملنا في الحالة بتاعتنا اللي بنسميه انترا لجنال امينو ثرا بيكوننا على الجروب بتاعنا حطينا بوست كده. عن انترا لجنال امينو ثرا بيكوننا حطينا حالة. غير الحالة دي. كنت انا اشتغلتها. بانترا لجنال ام ام ار. هنتكلم عنه بالتفصيل. لانه موضوع كبير. ولو انديكيشن. وهنقول كل حاجة بالتفصيل عنه بعدين. بس هنحط في دماغنا ان الانترا لجنال اميونو والحمد لله من سنجل انجيكشن. تمام? من الام ام ار بعد اسبوعين بالزبط كان المنظر ان شو فتو ده. يبقى نخلي بقى انا فروكب لانا سهلة في التشخيص بس الساعات بتبقى صعبة في العلاج. طيب نشوف الحالة اللي حضراتك منورانا والله. ده حضراتك منورة 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 منورة. الحالة احنا شوفناها دي. اللي شوفها من الاول واحدة كده. يقول لك دي فروكب لانا. زي الحالة اللي فاتت. طب بس نبص بقى كده. دي حالة برضو جد عندنا في العيادة. ده هنا. فور هيتماشي. في الغاية هنا ماشي. ده مش موجودة في الفور هيت بس كمان. موجودة كمان في النك. موجودة كمان في النك. موجودة كمان ورا الاير. نحيا دي ومن نحيا دي. لأ يا اللي بقى يا فروكب لانا بقى كده. ماشي معلش يا الصور لو مش واضحة. لانا عشان كده قدت عامل حسابي على كده. فعشان كده نزلت الصور كلها موجودة على الجروب. شوفوها وارجعو لها كلها. لو في اي حاجة انا تحت امركم. اللي شفناها الصورة دي كلها هي عبارة عن موجودة. موجودة. في اول واحدة هناك في روكب لانا عادية. بس ايه في روكب لانا اللي جاية بيعتبر مورلس بيلاترال واسيمتريكال. موجودة بالمنظر ده كده. ومساءلنا كمان لقينا في فاملي هسترو في حد كمان معانا واحد كمان. في الفاملي موجود نفس الموضوع دوان. ده اللي من عليها تمام او بربع عليكم اللي هو. فكرة كلها ان ده العيان ده وان عنده فو مشكلة في جيناتك. في بيبقى عنده صصيبتابيليتي بكرونيك امفكشن بي. الهيومان بابلوما فيروس. خطورة الابديرمو ديسبليزيا في روسي فور من انا اشخاصها هي الريسك ان هي تقلب بسكويمة سكرسنو. الماليجنسي ترانسفورميشن عالية. والعيان ده لازم امشي على استراتين. تمام? لان استراتيني تتعلاج وهيمنع لي. الريسكة وهقليل جدا جدا الريسك او ماليجنان ترانسفورميشن. نبدأ نمشي بسرعة لما يبقى خلاص تمام نقف. يعني لو زهقته او كده عشان الحالات كتير. الكلام عليها كتير. حالة زي دي سريعا مش هنتكلم عليها كتير. زي ما انت شافين بس فيها حاجة مهمة او ان هي ايه? بتاع الاير. طبعا دا من الحاجات مهمة جدا فيه. الليبروسي. مجد شيخ هيتكلم عن الليبروسي بتفصيل النهاردة مش هنقول فيه كلام كتير خالص. بس هو من ضمن مهمة قوي في الديفرانشي ديجنوزوف بابلر او بابلون نودل رابشن اوف ذا فيس. ننقل على الحالة اللي بعد كده. الحالة دي شخصها على طول. هي حالة عندها بارة عند بابلون. ونشوفها كات حالة حالة ترانسيوس. من راجة انه في ممكن تفتكارها فيزيك الاول. هتسأل العيانة دي موجودة بقالها معك يا ادي دي بقالها معايا مثلا سنة واللحاجة. طيب سابتة زي ما هي تقولك لا والله. دي بتي في صيف بتزيد قوي قوي مع العرق. مع العرق. الف شكرا دكتور مازن ربنا اخليك ترمازن. ربنا اخليك ونورنا والله يا حضرتك. الحالة اللي شفناها. ممكن تبقى فيها كده. الحاجة التانية كمان تقولك تسابتة او معاكي تقولك لا والله دي بتيجي في الصيف مع الحر و مع العرق بتزيد جدا جدا جدا. طف الشتة. بتبدأ تتبط كتير. مجرد الكلمة دي في الهيستوري تخلينا على طول. موجود في الفيس. مصلي في الفيميل. تمام? احنا قلنا بقى. الهيستوري يا شخاص. لو هي سرينجومة هنشوف حالات سرينجومة. طولها صفوة. هنشوف حالات السرينجومة الموجودة فين. والهيستوري بتاعها ايه? لكن دي مش متركزة حوالي العين. تم موجودة في الفيس في منطقة والنقطة اللي بقولكها شخصها دي بتزيد اكتر في الصيف مع العرق. ومع العرق والكلام ده. لان ايكراين هيدروستومة عماية وارع عن العرق. بيحصل الريتنشن للعرق في الايكراين دا. تمام يا منا؟ ايكراين هيدروستومة. ماجي تمام. في القصة في العيان دو بالنسبة لل ايكراين هيدروستومة ده. هو الهيستوري ده مهمة اول لها شخصها. خلي بقى من الحالات دي. عالجها ازاي? بتيجي دايما مع دخلة الصيف. اما يجع عليك. حاول اقل السويتنج على القد مقدر. مش همنعه طبعا. بس حاول اقلله على القد مقدر. اتروبين واحد في المية ايكراين بيز ممكن يجيب نتيجة. وفيه ناس بتعمل لها الاول بتطلع العرق اللي هو اه 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 حصل له ده وبعد كده اتروبين. تماما. وفيه ناس بقى بعض الناس بتحقن بوتوكس. هو بتيجي مع الصيف. احقن بوتوكس. اقضي معاها الست شهور بتاعت الصيف. الصيف. بس بحقنه اللي بيسموه ميزو بوتوكس. خلي بالنا. لان هو انت بتحقن بوتوكس. بقى تخلي بالك لا تحقن ديب والمصل والكلام ده كله. فاللي مش اكسبرت يبعد عنه شوية. بس ده من ضمن اللاينز احبنذكره. وفيه بقى برده بالس داي ليزر. ممكن استخدمه. افقا نون نزم اللي بيو استخدم. ده من ساعة الفين واحد كان فيه بيبر عن الكلام ده. وفيه بعض ناس بتستخدم مليوريبان اللي هو الاكسي بيوتينين. اللي حل بنستخدمه في حالات الهايبر هيدروزيس بالمر هايبر هيدروزيس. في بعض ناس بدأت تقول ان انا ممكن ابقى تستخدمه في الحالات دي. لكن كلها ترايالز وكده. فالعلاج الاساسي في الموضوع يمكن اللي هو اعتبر اسهلهم هو الاتروبين واحد في المية اكوا سيليوسن او ان كريم بيز. حس ي نتقلل في المنطقة دي. وعرف العيان ان ده مرتبط اكتر بايه بالعرب. طيب نكمل. دي سرنجوم هاي بقى. دي سرنجوم. زي ما انتم شايفين السرنجوم هاي. اللي جين بتبقى بابيول برضو. بس بتلاقيها فيها مهمة او انها مبططة شوية. وابلونج. مطاولة شوية. ومالصائب بتاعها اين? الصائب بتاعها اراوند الاي. بس اخلي بالكو. سرنجوم هاي بس ده ممكن تطلع في الترنك. وممكن تطلع حاجة اسمها اربط في سرنجوم هاي. وفي منها انواع مخصوصة تطلع مع الداون سندرون. تمام? يبقى احنا دلوقتي سرنجوم هاي مبططة شوية بابيول. فلاد شوية. وابلونج. مطاولة شوية. موجودة فين? اراوند الاي. سواء الابر او الاي. الابر او الاي. تمام? لا ممكن تماما احنا اقول لها ممكن تيجي الرنك. وممكن تيجي الرابط في كمان. تمام دكتور اللوبنا. بالنسبة لحالات السرنجوم هاي مشكلتها في العلاج بتاعها. هي التعليج انت هتشيلها. هي بنايت يومر اوف كراين داكتور. فهتشيلها انت ممكن تشيلها. بس مشكلة في بعدها. فانت لو هتشيلها هتشيل واحدة. وتقول العيان هنشوف بتاع عامل ازاي. والله لو عجبته بعد المشاهدة هتكمل. لو ما عجبتهوش يبقى لها يوقفنا على كده. لان ممكن اللي بعدها يبقى اسوأ شكلا من السرنجومة نفسها. في ناس ما بتشيلها هاش وتعمل لها بحيس تبططها بس اكتر وتخليها بسوي الجل شوية. في ناس بتعمل لها نفس الفكرة برضو. في ناس بتعمل لها تي سي اي كنوع انواع البيلنج. كل دي لكن هي من الحاجات اللي مشكلتها في اللي بعد العلاج. لو انا عايز اعمل لها هتحصل بعد كده. فتخلي بالك. ماشي. طيب نشوف الحالة اللي بعد كده. دي بقى طبعا مفيش فيها ومشكلة بينها بس انها سايفين اللون الصفر الصفار اللي طلع مرة واحدة ده. دي زنسلازمة طبعا. خلي معنا في الحالة الزنسلازمة دي. لما حالة الزنسلازمة. لازم تعمل العيان ده سيروم كوليسترول. خمسين فلية منهم بيبقى عندهم الكوليسترول العيان اللي لازم اصلحه ممكن يتحسن مع تصليحه. وبعد كده بتتشيال من الاحسن الحاجات الحسي حلو جدا جدا جدا. نشوف الحالة دي حلو قوي. وبنشوفها كتير ونخلي بندها عشان هكومتين في العلاق بتاعها. صوراتها. الحالة شفناها دي. برضو بابيول. بابيول كتير اوي. لسه لسه ممكن مالحقش ان احنا نقول الحالة اللي هي الصعبة او الكيس ريبرت اللي في الاخر صور موجودة. لو لونها ايريسيما تاس. برضو. شوية او شوية. واهم حاجة. لقيت ده مع بعض حاجات تانية موجودة دي اللي بنوها عليها اسم اقسال واحده انا تمام? اه هو اصلا اسم مش ناقص فيه واحد كده هفت في دماغه في واحد ان لك لا ده مش عاجبه الاسم ده وطلع لها حاجة اسمها هي مش ناقصة بصراحة يعني تقريبا يعني هو ما بيستخدمش كتير الترمي ده بس عشان لو سمعتوه. فينو سمعتوه اللي هو اختصار لكن الاسم الاشهر بتاعها اللي هو مش معروف سباها بالزبط ايه? الباصولوجي بتاعها اه 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 فيه كازيتن جرانيلومة عشان كده كان في الاول بيحسبوها تابعة تي بي وكانوا متأكدين وعلاقين انها تابعة بي لكن ملوش اي لينك تانية بها خالص للتي بي. فقلنا اهم حاجة كانت فيها انفولمنت اوفلور ايلت باي ارسيمتاس اوفل اوبلونك بابشول. حلو الكلام? عالجها ازاي? والحاجة دي بتجدنا كتير. وبنشوفها. علاجها ازاي? العلاج البتاحها 20 ميلي جران في قلب. مع مشكلة في الركاز. في لينز تانية ممكن استخدمها ده في الغالب اللي ببدأ بيه. ببدأ العام بيتحسن ببدأ قال كده لغاية ما تبقى لاموركوية. بس مشكلة ممكن بعد ما وقف في حسن. بعض من اساتذاتنا كان كان بيكتب فيها الريفنبسين. وكان بيجيب ريزلط كويسة جدا معي. وناس بتكتب الدابسون. وبرضو بيجيب ريزلط معي. طب تفسير ما حناش عارفين. اللي عايز اقوله في الحتة دي ان الدابسون حلو جدا في الحالات دي. كان لسه قريب معها حالة. وبدأت معها باللو دوس كورتيكوسترويد مع اسمك دوكساكلين. يعني كنت تحسن جدا جدا مجرد ما نبدأ نقلل سواء الكورتيكوسترويد او الحاجة الدوكساكلين. بدأ بيحصل عالي جدا. فبدأنا قال لنا الكورتيكوسترويدات موقفنا. ماشينا دوكساكلين ودينا معها دابسون. الحالة تحسنت جدا جدا جدا. وبعد ما وقفنا دابسون بتبحها بقالي شهر او شهرين دلوقت او تقيم تخلى في ثلاث شهور. الحمد لله مش ايه. طب ايه نفسرنا هنا? هتش عارف بقى دابسون هل بقى لو دور في ايه? ما حدش عارفين ايه? لان هو المرض اصلا نفسه مش معروض زبط بتاعه. لكن اللي عايزين نقوله هنا. ان ممكن يجيب معنا نتيجة. ده كلام جميل. يبقى له بس مليارس في الشاي عارفنا العلاج بتاعها. ممكن نزود ريفا بسين وفي بعض في اليوم. ماشي? نشوف الحالة دي. اقراض ما نخلص ان شاء الله. حالة سهلة. البابيول باستيول اروند الماوس. واهم حاجة ان في زون اوف نورو مالكتسكن. يبقى في زون اروند الماوس. وبعد كده حواليها بقى البابيول الباسيول اروند اراتييم. ومتركزة بس حوالين اراتيس حوالين الماوس. دي اللي ملكة عليها البيري اورل نخلق منها في حاجة الهيستر هيفرق معانا ان دايما العينين دول تقولك ده بقى له فترة طويلة بيحطوا كورتيكسترويد لاي سبب من الاسباب في المنطقة دي والقوة كمان انها ممكن تبقى مع البعض اللي هما الناس اللي بيستانوه بعض معجون الاسنان ممكن تعمل كده وبعض الناس اللي بيحطوا مرتبات بذات اللي هي الحاجات زي البازلين او حاجة زي كده اللي هو بيلزق على الفيس على طول كميات كبيرة ممكن يعمل المشكلة دي لكن اشهروا طبعا اللي هو فترات طويلة فالعين ده الهيستر ده مهم ومهم جدا ونعملوا كده حتى وقف كل حاجة خلص اي حاجة بتحطها لازم توقف تمام? هنقوله الله الاسئلة كلها هجاوب عليها تاني بعد كده بس عشان الوقت بالنسبة لها هنزين خلص الحالات الكلاسيك ولو الحاجة هنشوف سريعا كده الحالات اللي صعبة وفي الاخرى هنشوف كل الاسئلة ونقولها ان شاء الله وزا ما الحاجناش هنا جاوبها في كومنتات على نفس الايه الفيديو ده نشوف بوسط نفسه بإذن الله يبقى فيه حاجة من علاج اهم حاجة زيرو سيروبي يعني اوقع افقية اللي عام بيحطها طب هكي له ايه طبعا من اللي حتى دمان تقولكم احسن الحاجات باكروليماس والتاكروليماس تمام? فدي مهمة جدا 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 وبتجيب رزلط حلوة قوي 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 وممكن كمان ازود معها سيستاميك اه تتراسايكلينز او دوكسايكلينز حكاية الفريزيون دو في الغالب كولا لبنا بقى في الغالب موجود في الغالب بتبقى موجودة اه واضحة ممكن تبقى رفعية عشان ممكن تبقى كبيرة شوية لكن ده في الغالب عشان بتبقى موجودة هالعدم موجود هينفر دياغنوز ده على حسب الحالة الحالة ممكن بقى لو من الهيستوري لو مش موجودة خالص وما هيش الليجن بابلوباستول زي ما احنا شفناها كلاسيك كده ممكن تكون اصلا كونتاك درماتايتس فانتخلي لنا بس ان بابلوباستول امبجران وفي فروزون الكورتيكوسترويد خالص لا مابش بالتدريج ده يقف خالص الكورتيكوسترويد تمام درايز برضو الدكتورة منا تمام دراينز برضو لدور بس اهم حاجة خالص هنا ان انا قدي ماشي نشوف الحالة اللي بعد كده برضو حالة سهلة سيمبل وبنشوفها كتير بس بتبقى ريزلة شوية في علاجها الصورة برضو طلاقوا عندكم صورة ظريفة قوي عشان ما يجي نتكلم على علاج الحالة اللي حشوفناها دي اللي هي بنقول عليها سودو فليكولايت باربي او انجرونج هير بنشوفها كتير اوي في الرجال اللي هم بزاد في الجيش اللي بيحلى دانه كتير بيحلى دانه كل يوم او يوم بعد يوم فكرة كلها ان هو فيه زي صورة كده شعراية بتبقى ناشفة بتبدأ تطلع وتبقى مبيرسن الجلد وتبدأ تلف حوالين نفسها سموها المشكلة في هو تمام ان الهير طلع غلط او حاوليه نفسه او في عمل في عمل المشكلة فتلاقي العيان ممكن يشتكي لما تبدأ انه تبدأ شوية يبدأ تطلع حبوب وفي بعض ناس لما يحاول والشعراية بدأ تطلع يبدأ يحس بيه المشكلة دي تمام بالنسبة للعلاج بالنسبة لي الانستراكشن مهم بس عشان اقول لكم برضو عملي مش يعني مش او مش عملية اوي ان العيان قدر يعملها انه لازم تحلق كل اسبوع او كل اسبوعين طبعا فيها عيان مثلا بقى شغال في الريسيبشن او بتاعها لازم يحلق على طول لازم تحلق بموس حامي او ماشي ولازم تحلق في اتجاه واحد يقولك ده ان مش هتتعامل لان لما لازم عملك رايح جاء على عشرين مر تمام هو الحل الاوي ان العيان ما يحلقهاش بموس لو انت عايز حاجة العيان ما يحلقهاش بموس لا او ماليعملها يخفاها بس بالماكنة يعني ما يحلقش بتاع خالص لان زي ما شفتوا الرسمة اللي هتشوفوها حتى عندكم الورتاركو دلوقتي مش هلق كلها لما بتجيبها على خالص بتحلق الشعراء خالص وهي طلعة بتعمل بيرس الانجزام بتعمل لكن لو شلت الشعراء وسبت لها بتاعها ده ما جبتهاش بالموس خالص هتبقى كويس وكتير على فكرة من الناس لما قلنا لهم دي بدأت الحاجة تتحسن جدا 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 انا كان بيجي هنا كده وقربة بدأت ان انا اقلت كتير جدا من الحلقة بالموس بدأت دينا تتحسن جدا مغير اي حاجة خالص يبقى التعليمات على قد ما اقدر ان انا اخف بالماكنة ما حلقش بالموس على الاسكان عطول ماشي ما تحسنتش بقى عندك بقى حاجات طب الحل بقى اللي هو يعني خلي حضرتك الحل اللي هو يعني مهم جدا 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 واللي هو بيجيب من الاخر بزي ما بيقوله هو دي بتيجي في الميل فلو انت عندك حتى او حتى موجودة هنا في المنطقة دي حلو هعملها بالليزر هير موفل اشير شعر في المنطقة دي لكن في بعض حلاء زي الحال حتى ما شفناه دلوقتي واخد كل المنطقة كلها واخد كل البرد كله طبعا انا هعمله هيحصل هنا وممكن لو كملت يحصل يقع اصلا في البقى دي فببقى اقدر اعمله في بعض حتة معينة او ممكن اعمل جلسة او جلسين وكتير او من جلسة او جلسين بلد الانفلانشن يقل مع الانستراكشن بتبقى الدنيا كويسة بعدك دي اللي هي اخر حالة بقى في الحياة السهلة هي الحالة دي زي ما انتو شايفين كده الحالة دي يلويش شوية ما هياش دومش بشيبد ولا حاجة لا ده هي برضو مبطاطة شوية واهم حاجة فيها ما تخلي بالك في صورة شوية تاني براحتكو كده ان في ما دا لكت عايز اقول بقى علي دكتور دعاء ان هو في دل يعني في زي خفرة كده في النص مش مش اللي هو مش عشان لازم يكون عند جدومة شيب دا عاملة زي الابة ولازم يكون الكلر بتاعها درجة من درجات ابيض سواء بير لويض او ابيض لا دا هنا نميكتش فيها او مدية على لون اليلوي شوية واللي موجود دا بنسميه او حفرة صغيرة كده رليتد للهير مش مش تمام كده موجودة في نخلي بالنا بس لو شوفنا حالات تمام آآ ما عنديش فكرة عشان بقا مين يعني هو ده انا ما عنديش فكرة بصراحة يعني لو حضراك لو يعني حضراك لا ريت لو الله ولو ن absorbنا بحضاراتك لكن انا ما عنديش فكرة بصراحة يعني انا ما عنديش فكرة عنده بصراحة عشان ما اقولش حاجة يعني انا مش بتأكد منها برضو يا برضو الدكتورة الصه yeah زي ما قلنا دي مش مش عشان شفت حتة في النص كده. بتاعه لكن دي او لونها يلوش شوية وفيها او حفرة صغيرة في النص شفت حلقة زي دوا اسأل بس اسأل عن هل العيان ده عامل او لها? ده ممكن ورد معاها بالزاتة لو كمان العيانين اللي بياخده ده من ضمن الحاجات اللي ممكن في بعض عيانين كتيرة ما بياخدش دي عليكها ازاي؟ نشيلها ليزر او ممكن تحسن فيها شوية من الحاجات الحلوة برضو نجي فيها قوي ممكن نشتغل عليها ويجي بريزلت كويس. كده احنا خلصنا الحالات اللي هي اللي ممكن بنشوفها السهلة في بعض حالات وممكن حالات قولنا كتريكات عليها كده شوية صغيرين. تقريبا قولنا شفنا تلاتاشر او او اربعتاشر حالة. اه متهيق لي كده كفية. الجزء بقى اللي هم بقى الحالة هتقوم شو عندك في الصور. ممكن نخليها كده في مرة تانية مع موضوع تاني نقولهم كده سريعا عشان بس ما ما نطولش عليكم وما تزهقوش. يبقى احنا ان شاء الله النهاردة اتقلنا البابلر اروبشن اوف دافيس. تكلمنا على حاجات الكومنت. واتكلمنا على كلينيكل لكل حاجة. وهنت صغيرة على التريتمينت. تمام? الصور اللي موجودة التانية اللي حالات الصعبة دي لو حد عايز بقى يقول اي اي رأيو فيها نبدأ نبقى نقولها في كومنتات على نفس البوست ده. وانا اتشرفت بيكو. يا رب يا رب بيكون في افادي الله بسيطة. ولو في اي حد عندها اي اسئلة هنجاوبها ان شاء الله بعد كده. وان شاء الله نتقابل بعد كده. والف شكر ليكو. والف شكر للدكتورة ماي. ونشوفكو دايما على خير واذن الله. السلام عليكم.